وأشكر حضرتك لأنك قتحتي لي الفرصة أن أنا أنتقل بالحديث لأستاذ وائل عاصم زيادة وطبعاً هو لديه رأي خاص فيما يتعلق بالقطاع الخدمي والسياحي ما فيه الشك أنه في الفترة الأخيرة من أهم مظاهر الأزمة التي نعيشها في مصر حالياً هي ارتفاع الأسعار وأيضاً نقص المعروض من العملة الصعبة كيف يمكن أن نتجاوز هذه المشكلة من خلال التركيز على القطاع الخدمي؟ طيب أشكر حضرتك شكراً جزيلاً وأشكر السادة الحضور وعلى هذه الدعوة الكريمة والحقيقة أنها أركز يعني هبني توصيتي على ما قاله دكتور زياد بهاء الدين ودكتور أمنية وهو مشكلة مصر الرئيسية هي تتعلق في ميزان المدفوعات الحي وعلشان كده تمالي بنلاقي أن نحن كل فترة بنلجأ إلى الإقتراض أو اللجوء لسندوق النقد الدولي اللي هو تعريفه ملازل الإقراض الأخير للدول اللي عندها مشاكل في ميزان المدفوعات إحنا عندنا مشكلة هيكلية في ميزان المدفوعات وبالتالي هذه المشكلة بتكون لها حلول والحلول بتكون حلول طويلة الأمد أو لونج تور ماجرز وقصيرة الأمد اللي بيخليك تركزي على أنهي أو أياً من الحلول هي الظروف العالمية وأكيد المتغيرات في الساحة الاقتصادية العالمية كما أشار الدكتور محمد العريان وغيره كثير يعني بقت صعبة جداً في الفترة اللي فاتت القطاع الخاء وده هيحتم علينا أن احنا نركز بشكل قوي جداً وبشكل سريع على الشور ترم ماجرز أو الحلول قصيرة الأمد اللي تقدر تحللي مشكلة العملة الصعبة لأن هي دي الحقيقة المشكلة اللي ما بتخليش الحكومة تقدر تاخد وقت إن هي تستريح قبل ما تلاقي الدورة اللي وراها جات على طول نفس المشكلة تاني ونبتدي سياسات إدفاء الحرائق القطاع الخدمي قبل بس ما نتكلم إضافة إلى كلام دكتورة أمنية هو أكثر القطاعات اللي بتعين أو بتخلق عمالة لو شوفنا بلد زي ألمانيا وهي قلعة الصناعة في أوروبا القطاع الخدمي دعف القطاع الصناعي من حيث العمالة عودة هنا إلى مصر تركيزاً نحن الحقيقة عندنا واحد من أهم القطاعات الخدمية اللي يبنى عليها تلمية مستدامة وهو قطاع السياحة يجب أتصور في الفترة القادمة أن نولي اهتمام شديد جداً لقطاع السياحة لكن قد يقول البعض أن هذا القطاع تحديداً هو شديد الحساسية أو صحيح ولكن بالمقاومات التي لدى قطاع السياحة في مصر فتزيد حساسية هذا القطاع نحن النهاردة قطاع السياحة عندنا في مصر في تصوري الشخصي لا نستغل أكثر من عشرة أو أقل في المائة من مقاومات هذا القطاع وأنا هنا لا أتحدث عن أن نحن نجذب أعداد أكثر ولكن تغيير شكل السائح القادم إلى مصر على سبيل المثال نحن النهاردة أعتقد الإنفاق للسائح الواحد فقط أتخيل حوالي مئة دولار في اليوم في تقرير أصدرته شركة فيزا بتقول أن نفس السائح أو يعني من جنسيات مشابهة أو مثلا من روسيا في بلد زي إنجلترا بينفق في اليوم أو في المعاملة الوحدة 500 دولار وبيعمل منها أربع معاملات يعني ألفين دولار في اليوم الحقيقة هو ده المردود الأسرع والأمثل في مصر في الفترة القادمة أتصور القطاع السياحي نحن النهاردة عندنا الحتة الصعبة غطناها وهي المزارات والحتة موجودة والطاقة الفندوقية موجودة محتاجين أن تكون فيه حقيقي جهود مكسفة من الدولة لتنمية شكل الخدمة الأمن ونحن نخلق ما يطلق عليه أماكن للسائحين ليتنزهوا دي اللي هتخلينا نقدر نجيب شكل سائح مختلف ودوة هيبقى مهم قوي في الفترة القادمة أريد أن أستثمر خبرتك الواسعة في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط ولو تحدثنا سريعا عن أبرز المعوقات التي تواجه الشركات في التوسع في السوق المصري أتصور المشاكل المتكررة التي نسمعها هي طول فترة التي تستغرق لإنشاء أي شركات سهولة الأعمال الحقيقة أشيد بجهود الحكومة في الفترة السابقة أن مكانتنا عالية في سهولة إدارة أو سهولة الإدارة في مصر ولكن مازالت في مرتبة أقل من اللي نقدر أن نصل إليها وبالأخص في ظل جميع الاستثمارات في البنية التحتية التي نعملناها في الفترة التي فاتت هناك دول كثيرة جداً في المركز الأول في هذه المنطقة مثل نيوزيلندا وغيرها يصدرون هذه التجربة لأنه يقدرون استشارات فنية يستطيعون أن نستخدم منهم استشارات فنية ونستطيع أن نفهم منهم لماذا هم في المركز الأول في سهولة إدارة الأعمال وهي شيء ممكن أن نلجأ لهذه الدول في هذا الأمر هذا رقم واحد رقم اثنين الحقيقة التي كثيراً جداً من المستثمرين يشتكون منها سأشارك دكتور زياد بهاء الدين في رأيه وليست الضرائب بالعكس المعدل الضريبي لدينا ليس مرتفعة سواء على ضرائب الدخل أو القيمة المضافة ولكن أسلوب التطبيق هذا مشكلة الحاجة الثانية التي يشتكون منها هي التقديرات كيف تحدث التقديرات وبعد ذلك تقديرات الضرائية التقديرات الضريبية صحيح طبعاً برضو السرعة أو الفترة اللي فاتت حصلت تغيرات ضريبية كثيرة جداً فبدأ الندوة يقلل اليقين اللي كان دكتور زياد بهاء الدين بيتكلم عليه اللي بيواجه المستثمر فدي نقطة تانية وكمان لما بيحصل أي تعديل تشريعي اللوائح التنفيذية أو الوائح التنفيذية أو الوائح التنفيذية التي تخرج بعد التعديل التشريعي تأخذ وقت وذلك تزود فترة عدم اليقين وذلك يمكن كانت النقطة الأخيرة شكراً جزيلاً على هذه المداخلة